في البداية سألتك عن التصريحات قايد صالح ويتحدث عن قدرة الجزائريين في اختيار رئيسهم وكأنه يعول على اختراق ما قد يحدث من الحملات الدعائية للمرشحين هل هذا يتحقق؟ هل هذا يلاحظ بأي شكل؟ نعم شكراً قيادة أركان الجيش تتحدث بأن المصارى الانتخابي هو الحل خروج من هذه الأزمة وتحاول الاعتماد على إقناع المترشحين للحشود خلال تجمعاتهم الشعبية التي يعقدونها وتحاول تقديم المزيد من الضمانات لكسب مؤيدين آخرين لهذا المصارى الانتخابي وفي نفس الوقت يؤكد قائد الأركان بأن قيادة الجيش ليس لها أي طموحات سياسية حتى يقدم تطمينات للمتظاهرين في الحراكة الذين يطالبون بمدنية الدولة في عدة مرات ومن جهة أخرى حشود مناهضة للمصارى الانتخابي تخرج كل يوم بالأمس شهدنا مسيرات ليلية انطلقت من حي ببلواد الشعبي بالجزائر العاصمة باتجاه البريد المركزي أين ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للانتخابات الحالية ومنتقدة للمرشحين الخمسة يرون أن المصارى الحالي لا يضمن القطيع مع النظام السابق وبأن النظام سيجدد واجهته على حد تعبيرهم يريدون تأجيل الانتخابات ثم تقديم ضمانات أكبر من أجل تنظيمها من جديد ويكون هناك مرشحون توافقيون على حد تعبيرهم بينما يواصل المرشحون الخمسة جولتهم عبر التراب الوطني وتنشيط تجمعات شعبية هذه التجمعات الشعبية يستقطبون فيها مؤيديهم وفي نفس الوقت توجد احتجاجات عبر الولايات للرافضين للمصارى الانتخابي الحالي بينما يحاول المرشحون الخمسة مسيرة الحراك وتقديم تطمينات والتزامات حتى يلتزموا بمطالب الحراك عند انتخابهم ويلعبون أيضا على وطر المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الجزائري مثل البطالة والفقر ونقص التنمية خاصة في المناطق الجنوبية يقدمون وعودا بخوض هذه الإصلاحات حتى يستقطبوا المزيد من المؤيدين لهذا المصارى الانتخابي شكرا جزيلا حسان جزائري مرسلنا من الجزائر شكرا جزيلا حسان جزيلا حسان جزيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة